صاحب مطعم الحج في النجاف يخرج عن صمته ويعلن لوانيوز تبرئة القضاء له من التهم التي وجهت إليها على أنه يبيع لحم حمير على المواطنين وإغلاق مطعمه على إثرها معتبرا إنها كانت تهما ملفقة نتيجة المنافسة غير الشريفة التي مورست بحق رزقه قبل العيد من رمضان واتهمت أنه يبيع لحم حمير وبعد ما جاء القضاء والصحة أخذوا عينات وفحصوا وطلعت أنه كلها لحم عراقي خالص فبران القضاء من هذه التهم والملفقة دي المطعم ما تنتهى عم فاد مرة لأن تعرضت للسلب والنهب المطعم أكثر من 170 مليون كلها انتهى يعني تصور شاشر لنا شاشات العرضة في المطعم جزت أولاد يجيبون شم واحدة من أدهن ضربوهم وفشروا عليهم وحتى تعرضوا لإطلاق نار وتعرض مطعم الحج للنهب والسلبي لمختلف حاجياته كما يقول بالإضافة إلى إطلاق الرصاص الحي على داره وأبنائه الذين طالبوا الجهة المعنية بحسم دعواتهم وإنصافهم احنا صال لنا تسع سنين نشتغل بهذا شغلنا الناس كلها تمدح بشغلنا واحنا شيلونا من بيتنا لنضربونا طلقات والتصوير موجود يعني أجوا مثل الثمين وقاموا يصيحون علينا وضربونا طلقات وراحوا نقدمنا شكوة والناشد الجهات العليا يسرعون لندعاوا مالتنا وأغلق مطعم الحج منذ رمضان الماضي بعد مداهمته نتيجة مخالفته شروط الصحية بحسب دائرة الصحة حينها لأن جميع تلك الادعاءات يقول صاحب المطعم إنها كانت مقصودة بهدف إنهاء رزقه الذي كلفه الكثير من النجف محمد الغالبي وان نيوز اشتركوا في القناة